موسيقى الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعت الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك اللهم لعن عصابة التي جاهدت حسين وشايعت وبايعت وتابت على قتله اللهم لعنهم جميعا الإرهاب الفكري لا زال التأكيد على هذا الموضوع لأهميته وبينا آراء رموز السلفية والوهابية أبو حنيفة حتى أنقل لكم أن هؤلاء لا فقط كفرون الشيعة وإنما هؤلاء الذي استندوا على مذهب أحمد بن حنبل على ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب اعتمدوا في أفكارهم وعقادهم وآراهم على مذهب أحمد بن حنبل ولكن أيضا انحرفوا عن أحمد بن حنبل ولكن شوفوا هالكلام الذي أريد أن أقوله إليكم حتى تكونوا بالصورة الموضوع ما نقول في كتاب السنة اسم الكتاب كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل عبد الله بن أحمد بن حنبل ابن رئيس المذهب الحنبلي شوف ماذا ينقل يعني كيف ينظرون إلى المذهب الحنفي كما قلت لكم يعتبرون أبا حنيفة من المنحرفين والظالين إسحاق بن منصور كوسج يقول قلت لأحمد بن حنبل يؤجر الرجل على بعض يؤجر الرجل على بغض أبي حنيفة وأصحابه قال إيو الله بغض أبو حنيفة وأصحابه نعم إيو الله ونقل عبد الله بن أحمد يعني ابن حنبل أن الإمام أبا حنيفة كان جهميا وأنه كافر وزنديق زين أبو حنيفة كافر وزنديق وأنه كان ينقص عراء الإسلام عروة عروة وأنه ما ولد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة وأنه استتيبه من الكفر مرتين قال إيابا أرجع عن كفرك مرتين ما قبل منه أبو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي واليوم منتشرون في كل الحال العالم أتبع أبي حنيفة فأحمد بن حنبل يجعله كافرا وزنديقا بعدها تشيروا بشيعة عندما قلت لكم أدت مرات أن هؤلاء هذه الجماعة الوهابية الأرهابية التكفيرية المفسدة الإجرامية هؤلاء كيف ينظرون إلى باقي المدى طيب أنا أحببت أن أنقل إليكم حقيقة كلام آخر لهؤلاء حتى نعرف الواقع والحقيقة طيب شوفوا أنا أنقلكم إلى موضوع آخر إلى قضية تأريخية كنت أبحث أنا وحقق فوجدت هذا الموضوع قد تضروري أن أبينه الآن شيعة سوريا يذبحون ويقتلون سواء القرى في حمص عدت 52 قرية شيعية في حمص وعندت أحياء في دمشق من الشيعة من حي زين العابدين إلى حي الإمام الصادق نعم إلى أستاذ زين سلام الله عليها وأماكن كثيرة منتشرين الشيعة غير الساحل الساحل سور كلهم من الطائف العلوية وهم أيضا من الشيعة وأيضا في حلب وسمع الجميع أنهم رموزهم قالوا سنذبح الشيعة في قريتي الزهراء ونبل في حلب التي يقتنها عشرات الألوف من شيعة آل محمد سلام الله عليهم هؤلاء ما لا تنعوا بهم أنا أحب أن قل لي شيعة حلب أنه مو أنتم أول الناس سأقرر لكم التاريخ كيف هؤلاء الكفرة هؤلاء الذي يدعون الإسلام والإسلام بريء منهم شوف أنهم قلوا قضية تاريخية حتى تعرف هؤلاء الإرهاب الفكري كيف انتقل الإرهاب العملي صدرت فتوى من علماء رموز الوهابية ماذا قالوا قالوا الشيعة كفار واجب قتلهم ونهب أموالهم وسبي ضراريهم هذا مجديد نقلناه كم مرة لكم ومن لم يحكم بكفرهم كافر هاي بعد جديدة الذي لا يحكم بكفر شيعة والروافض وأتباع أهل البيت هذا مكافر طيب طبعا كثير من من أبناء العامة هم يقولون لا تخلطون مع الوهابية والسلفية احنا ما تبريئ منهم اذن هؤلاء ايضا اذا راضين علينا اذنهم كفار ومن لم يحكم بكفرهم بكفر الروافض بكفر الشيعة كافر ايضا كافر يقتل ويقتل ولقتلي شيعة ولقتلي شيعي واحد افضل من قتلي ستين كافر عند الله سبحانه وتعالى وعلى اثر هذه الفتوى وقعت واقعت مرج دابق ودخلوا الجامع الكبير الاطرش جامع الكبير في حلب الاطرش وذبحوا كل من فيه حتى ان الدماء سالت من ابواب المسجد حتى ان الدماء سالت من ابواب المسجد يعني جامع الكبير الاطرش وشرد شيعة حلب في تلك الايام وسئل احدهم ذات مرة كيف يدفن الشيعي في حلب سألوا يا بذا الشيعي سألوا فقهاءهم يا بذا الشيعي مات شون اندفنا فقال يدفع بالخشبة لأن نجس الشيعي بالخشبة يدفع من بعيد الى قبره ويهال عليه التراب ما حرقوه أتريد بعد أكثر من هذا ماذا نقول لكم أحبة الكرام ماذا أن قل لكم عن هؤلاء القوم كيف يتجرؤون في الحديث عنا ويحذرون ويصنعون بنا ما يصنعون أنا في ختام حديثي أحبتي أحبت أن أقول إليكم كلام عن سليمان ابن عبد الوهاب حتى تعرفون ذولا أخو محمد ابن عبد الوهاب رئيس الجماعة الفرقة المنحرفة الوهابية أخوه اسم سليمان سليمان ابن محمد عبد الوهاب هذا الرجل كتب كتاب سمى الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية الصواعق مكتوب موجود على الانترنت الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية صفحة 139 أخو محمد ابن عبد الوهاب يرد على أخي ماذا يقول دقيق معي في هذه العبارة يقول ولا نعلم في بلاد المسلمين أكثر من فتنها قديما وحديثا يعني هم قديما هم حديثا أكثر بلد فيه فتنة بلاد الحجاز ومنطقة نجد هذا كلام منه سليمان ابن عبد الوهاب أخو رئيس جماعة الوهابين محمد ابن عبد الوهاب وأنتم يعني يا أتباع محمد ابن عبد الوهاب أتباع أخي وأنتم الآن مذهبكم إنه يجب على العامة اتباع مذهبكم وأن من اتبعه ولم يقدر على أظهاره في بلده وتكفير أهل بلده الذي لا يتبع محمد ابن عبد الوهاب هذا يكفر فكل المذاهب الإسلامية كافرة على رأي الوهابية وعلى رأي محمد ابن عبد الوهاب من يقول هذا؟ هذا يقول سليمان أخو محمد ابن عبد الوهاب واجب عليه الهجرة إليكم وأنكم الطائف المنصورة وهذا خلاف كل الأحاديث يقول هذا الكلام يتقولوا يا أتباع محمد عبد الوهاب هالكلام يتقولوا هذا خلاف كل أحاديث متقدمة فإن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبره الله بما هو كان على أمة إلى يوم القيامة وهو صلى الله عليه وآله بدوره أخبر بما يجري عليهم ومنهم فلو علم أن بلاد المشرق خصوصا نجد بلاد بسيلمة أنها تصير دار الإيمان وأن الطائف المنصورة تكون بها وأن بلاد يظهر فيها الإيمان وليخف في غيره وأن الحرمين الشريفين واليمن تكون بلاد كفر تعبد فيها الأوثان وتجب الهجرة منها لا أخبر بذلك كله ولدعا لألمشرقي وخصوصا نجد بالعكس أنه يقال منها من نجد يخرج قرن الشيطان طيب أنت هذا الكلام وانتقوا له واضح وين ليش أنه ما قال ليش أنه ما قال ببشر بالوهابية ولماذا قال أن بلاد الحجاز هي بلاد الصحي وبلاد البقية كفر أن قل لك كلام آخر أيضا لسليمان ابن عبد الوهاب ولكن هالمرة ذاك في صفحة 139 هالمرة في صفحة 46 الصواعق الإلهية فرد على الوهابية لسليمان ابن عبد الوهاب شي يقول يقول إذا فهمتم ما تقدم فإنكم الآن تكفرون يعني يا أتباع محمد العبد الوهاب يا أتباع أخي يقول إذا فهمتم ما تقدم من الكلمات ما قلناها فإنكم الآن يا محمد بن عبد الوهاب يا الوهابية يا سلفية لا إله إلا الله فإنكم الآن تكفرون من شهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمد عبده ورسوله وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان وحج البيت مؤمنا بالله ملاكته وكتبه ورسله مرتزم لجميع شعار الإسلام وتجعلونهم كفار وبلادهم بلاد وحرب الله هذه بعد لا رواية شيعية ولا عالم شيعي هذا سليمان ابن عبد الوهاب يقول على أخوه يستهزئ ويستنكر على كلمات أخوه كيف أنت تنقل لجماعة من طائف من المسلمين المذاهب الأربعة المذاهب الجعفر والإمامي هذه المذاهب الإسلامية والفرقة الإسلامية والذولة كلهم يشهدون شهادتين والصلاة ويؤدون الزكاة وصيام شهر رمضان وحج بيت الله الحرام ويؤمنون بالله ملاكته وكتبه ورسله ومرتزم لجميع شعار الإسلام وتجعلونهم كفارا وبلادهم بلاد حرب يعني لازم جهاد يصير قتال لازم كل البلاد العربية والإسلامية اليوم يصير بيها قتال على بناء كلام محمد بن عبد الوهاب الذي ينقله إلينا أخو سليمان فنحن نسألكم يعني منه سليمان يسأل أخوه فنحن نسألكم من إمامكم في ذلك ومن من أخذتم هذا المذهب أنتوا على أي مذهب أبو حنيفة حنفية شافعية مالكية أنتم منون أنتم على أي مذهب إلا أن يقول ولكن يعني منه سليمان ولكن من أين لكم أن المسلم الذي يشهد لا إله إلا الله ليستنكر عليهم إشلون أنتم تقولون هذا المسلم إلى الشهد هذا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إذا دعا غائبا أو ميتا يعني أنا أدعو الرسول أدعو الإمام علي للبيت أدعو لهم نعم أو أتوسل بهم باعتبارهم أموات في نظرك محن نرين أحياء يرزقون أو نذر له نذر أو ذبح لغير الله أو تمسح بقبر أو أخذ ترابه أن هذا هو الشرك الأكبر يقول سليمان بن عبد الوهاب يا محمد بن عبد الوهاب أيها الوهابي لو سلمنا سلمنا أن هؤلاء ماذا هؤلاء يشهدون شهادتين ويدعون الغائب يعني الميت نحن نتوصل بأهل البيت والأولياء وننظر إليهم ونذبح الذباح لهم ونتمسح بقبورهم ونأخذ تراب التبرك بها هذا هو تسموه الشرك الأكبر الذي لو فعله الإنسان من فعله حبط عمله وحل ماله وحل ماله ودمه وأنه الذي أراده الله سبحانه في هذه الآية وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هذه الآية نازل على المسلمين نازل على المداب الأربعة وعلى الشيعة وعلى الروافض وغيرها من آيات القرآن التي تحدث في هذا الموضوع وإن قلتم فهمنا ذلك من الكتاب والسنة عجيب يقول يقول سليمان يسلم أخوه يقول له أنت محمد العبد الوهاب لو سلمنا زين أنت تقول هذا فهمنا من الكتاب والسنة قلنا سليمان يقول يقول له قلتم قلنا لا عبرة بمفهومكم ولا يجزلكم ولا لمسلمين ألا أخذ بمفهومكم فإن الأمة مجمعة أن الاستنباط مرتبط مرتبة مرتبة أهل الاجتهاد المطلق ومع هذا لو اجتمعت شروط الاجتهاد في رجل لم يجب على أحد أخذ بقوله دون النظر إلا أن يقول يعني سليمان بن عبد الوهاب في كتابه صواعق الإلهية فردع الوهابية صفحة 46 ولكن مطلوبكم هو الرجوع إلى كلام أهل العلم مو أي واحد مطول لحيته ونقول له بسع ماما صار صار بعد صار عالم ولكن مطلوب سليمان ينصح المسلمين ولكن المطلوب منكم هو الرجوع إلى كلام أهل العلم والنقف عند الحدود التي حددوها فإن أهل العلم ذكروا في كل مذهب من مذاهب الأقوال والأفعال التي يكون بها المسلم مرتدا ولم يقولوا من نذر لغير الله فهو مرتد ولم يقولوا من طلب من غير الله فهو مرتد ولم يقولوا من ذبح لغير الله فهو مرتد ولم يقولوا من تمسح بالقبور وأخذ من ترابه فهو مرتد كما فعلتم فإن كان عندكم شيء تبينوه أيها الوهابية سليمان بن عبد الوهاب يقول فإن كان عندكم أيها الوهابية يا أتباع محمد بن عبد الوهاب فإن كان عندكم شيء فبينوه فإنه لا يزكتم العلم ولكنكم أخذتم هذا بمفاهيمكم وفارقتم الإجماع فارقتم إجماع المسلمين وكفرتم أمة محمد كلهم حيث قلتم من فعل هذا الفعال فهو كافر ومن لم يكفر فهو كافر اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن عصابة التي جاهد الحسين وشاعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا اللهم عجل لوليك الفرج والعافة والنصر اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين والسلام عليكم جميعا ورحمت الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة